لحد الآن ما زال الحكومات المتتالية ممتنعة رسمياً على سياسة التي تهم مغاربة العالم والمغاربة في المعجر كلها تنص أنه فوقت من الأوقات العمل الجمعوي كان يحسب عن عمل السياسي بل يوم وحددات الجمعيات كيمارشوا الأدوار ديالهم تحتدين بحتل الجنسية وتوسع حضور النساء من اللي كيوقع الفاس في الرأس من اللي كيفوت الأوان كتوقع أزامات وغالباً كتكون نفجرات ديك الأزامات ما زال ما كناش إرادة حقيقية مرحباً بكم مرحباً بكم في موقع سافيركم وفي برنامج حكامة وفي لقاء جديد اللقاء الجديد نخصصه اليوم لموضوع متطلبات التمكين لأدوار المجتمع المدني وأساساً للعمل الجمعوي يعرف المتتبعون أن المجتمع المدني بالمغرب تطور كمياً وربما حتى في النصوص المؤثرة لهذا العمل منذ دستور 2015 يكفي أن نذكر على مستوى تطور كمي أن عدد الجمعيات بالمغرب تدأ بـ 1700 جمعيات السبعينيات وأنه وصل اليوم إلى 259 ألف جمعية حسب جواب وزارة الداخلية على مراسلة المجلس الوطني لحق الإنسان 30 مارس 2023 يمكن أن يكون الرقم الآن قد وصل إلى 300 ألف وهو رقم يبدو أنه يستحق النقاش إذن هذا تطور كمي لكن على مستوى التقييمات هناك تباين لتقييمات المجتمع المدني هناك تقييم الرسمي الذي يبدو أنه يتني دائماً على أدوار المجتمع المدني بدليل أن التقرير السنوي 2021 حول وضع الشراكة بين دولة والجمعيات أو تقرير نموذج التنمو الجديد أو في جميع مشاريع الدولة والمشاريع الرسمية نجد حديثاً عن المجتمع المدني وعن أدوار هذا المجتمع إذن هناك تقييم يبدو إيجابياً من هذه الناحية ولكن هناك تقييمات أخرى قد أسميها تقييمات ذاتية للجمعية نفسها هذه الجمعيات تنتقد تبرز النواقص وتتساءل عن كيف يمكن وكيف ينبغي أن تفعل المبادئ الدستورية على الأقل أقصد مبادئ الدستور 2011 وما التالح من هذا المنطلق فإننا سنحول في هذا اللقاء أن نجيب عن أسئلة من قبيل ما الذي تشكو منه الجمعيات اليوم إذا جاز لنا أن نستخدم مصطرح الشكوى ما متطلبات التمكين للجمعيات قانونياً ومالياً وتدفيرياً ما مصير وما مآل نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدوار الدستورية الجديدة كان هذا هو عنوان هذا الحوار المهم ثم ما نتائج لقاءات أخرى ودعوات أخرى مثل ما هو الحال بالنسبة للدينامية إعلان الربط ما سهل تطوير الشراكة بين المجتمع والدولة وبين الهيئة المنتخبة باختصار ما حاجات المجتمع المدني اليوم للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سعداء باستضافة أستاذ مستور عبد العالي واحد من أهم الفاعلين في المجل المدني بالمغرب هو منصق برامج منتدى الموطنة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وخبرته في المجال تبدو أيضاً من خلال أنه عمل خبيراً لدى وزارة الدولة المكلفة بحق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وأيضاً خبير لدى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بمعنى أنه من المتابعين والفاعلين في هذا المجال مجتمع المدني بشكل عام ولكن أساساً العمل الجمعوي مرحباً سعب العالي مرحباً بك الأستاذ جمال ممنون الموقع سفيركم وممنون هذا البرنامج وإتحة هذه الفرصة الحديث على العمل الجمعوي كجزء من دينامية المجتمع المدني في المغرب مرحباً سعب العالي سعادة في البرنامج باستضافة قامتين مدنيتين أنتم تمثلونها أخترع عليكم أن نتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور المحور الأول تحولات المجتمع المدني في المغرب والمحور الثاني هو المجتمع المدني في علاقته بمؤسسة دولة وليئات المنتخذة حتى عنوان كبير هو الشراكة والمحور الثالث هو حاجة المجتمع المدني اليوم من أجل التمكين لأدواره الدستورية نبتدئ بالمحور الأول الذي هو تحولات المجتمع المدني بالمغرب أريد منكم أن تحدثونا عن ما قبل دستور 2011 وعن دستور 2011 وعن تعريف المجتمع المدني وضمن هذا التعريف تعريف للعمل الجمعوي بشكل عام المجتمع المدني هو ذاك الدور وذاك المسافة وذاك الفعل المجتمعي اللي هو مستقل عن الدولة ولكن يعبر على التوجهات دي المجتمع والاختيارات دي المجتمع والإرادة دي المجتمع في ممارسة الحرية والمسؤولية ديته العمومية داخل المجال بشكل عام يعني أو من جهة أخرى هو الحق المفعل الأساسي دي المواطنة كحقوق وواجبات وعدها عدم الصالفية الفصل 12 دستور من بعد طبيعة الحال في المغرب أولاً أننا بطبيعة حال الدستور والمكتسبات الدستورية حول أدوار المجتمع المدني والحرية دياله والمشاركة دياله والديمقراطية والتنموية كانت محطة أساسية ولكن تحولات المجتمع المدني وأساساً العمل الجمعوي والجمعية والفائل الجمعوي بدأ في المغرب بدأت واحدة مرحلة جديدة المعالم ديالها منذ التمانينات وبدأت تترسخ في التسعينات بالخصوص في الأدوار الحقوقية والديمقراطية ديال الجمعيات وتوسع استقطاب العمل الجمعوي الدينامية الاجتماعية والفائل المجتمعي ولكن في بداية الألفية دخلنا لمرحلة جديدة ديال العمل الجمعوي الميزة ديالها أولاً هو التوسع الكبير في عدد الجمعيات بتنوع الفئات اللي كيستقطب العمل الجمعوي بتنوع الطموحات الاجتماعية اللي كيستقطب العمل الجمعوي بتنوع الأدوار بتنوع المجالات الترابية والاجتماعية والثقافية والسياسية اللي عندها طلب عن العمل الجمعوي واللي كيتوجه لها الناس بشيء السجمعيات وفي تنوع الفائلين الجمعوية من حيث يعني المكونات الاجتماعية والتقافية والدراسية وحتى يعني الجنسية وتوسع حضور النساء وحتى على مستوى المستويات ديال السن وهو تنوع كبير ترتب عنه اليوم في تقديري أنا أنه كان نماذج ديال العمل الجمعوي نماذج ديال الجمعيات ونماذج ديال الفائلين الجمعويين في إطار نموذج جديد للعمل الجمعوي ترسخها مرة ألفين مع استمرار النموذج السابق أو النماذج السابق اللي تفلورت أساساً في الستينات والتطورت في السبعينات وتطورت أكثر في التمانينات أو في التسعينات طيب هو العدد الرقم 250 ألف حسب 2023 قلنا يمكن الآن تكون 300 ألف هل يبدو رقماً عادياً لأن البعض يقول إن هذا تضخم في جسد الجمعوي إذا شيئنا تضخم غير طبيعي وغير كذا وغير كذا من باب تشكيك في أطوار هذا العمل هو العمل الجمعوي هو تعبير على الرغبة والاستعداد والطلب للمجتمع والأفراد والفئات والجماعة في المشاركة في المجال لعبوك موارسة الموطنة فهو عدد قليل هذا مبدئياً أمام حجم ديال السكان في المغرب وأمام الديناميات والتحولات اللي أعرف المغرب في العشرين سنة الأخيرة واللي مفروض بشكل عام هذه المسألة بتحل في نقاش طويل عارض أنه تنام التوسع للمشاركة للمجتمع والطلب على حضور المجتمع والمسألة الثانية هذا الوزارة الداخلية كتتكلم على المسجالين قانونياً جمعية المسجالة قانونياً هل هناك غير المسجالة؟ هذا في جمع وراحظة في جمعية لأنك ينتوجه عام أن السلطة المحلية لا تعطيشها الوصل إذن توجه عام لا تعطيش الوصل بمعنى أنك تنتانع على قبوة تجيل الجمعية واشفوخة ما تعطيش الوصل كتتحسبوه في الإحصاء أولا لا هذا ما عنديش بعلم ولكن المؤشر ما كان أعطيش الوصل وهذا توجه عام كين في مختلف الأقاليم ديال المغرب أسبابه؟ أسبابه غنجولها من بعد هو تناقض علاقة الدولة بالجمعيات والعمال الجمعيات هذا غنجولها في قدر ما كين تنامي ديال الطلب عن الجمعيات ومشاركة دياله في المشاريع والبرامج وحضور دياله التدورات الرسمية بقدر ما لحد ديالآن كين تردود وكين تحفوذات كبيرة لدى السلطات العمومية على تمكن تأسيس الجمعيات تشكك تشكيك ماذا؟ ممكن يكون فيها لأنه فوقت من الأوقات العمل الجمعوي كان يحسب على العمل السياسي بمعنى أن هذه الجمعية هي تابعة لكذا وتابعة لكذا وتابعة لكذا إذا نريد أن نفهم الأسباب الأسباب من وجهة نظركم الأسباب متأددة من ناحية المبدائية كفائل الجمعوي لابد أن نشير بأن هذه المسألة كتعلي بأنه ما زال ما كناش إرادة حقيقية في تحرير الفعل الجمعوي وتمكنه من الحريات دياله الدستورية المتقى دستورية وفي المواتيق الموقع المغرية ضروري كفائل الجمعوي نشير لديه مسألة ولكن هذه العلاقة المتضاربة الملتبئة ديال السلطات العمومية بفعل الجمعوي فيها مداخل متأددة لأنه كما قلت علينا أن نقر بأنه يمكن طلب قوي على المشاركة لا تخلو استراتيجية من استراتيجية الوطنية من أدوار الجمعية لا تخلو من استراتيجية ديال مناهضات الفساد حتى استراتيجية المستدامة وكل استراتيجية القطاعية ديال الصحة ديال التعليم حتى اللي عندها طبيعة أمنية في العلاقات الخارجية كلها في السياسة التي تهم مغاربة العالم والمغاربة في المهجر كلها تنص على أدوار أساسية ديال الجمعية في الحكامة في الحكومة المفتوحة في الديمقراطية في حقوق الإنسان بما نحن تناقض بينها ولكن السلوك المهمين على علاقة وتدبير السلطات العمومية للجمعية هو التوجوش هو الحضار هو الحصر هو المراقبة ودليلنا على ذلك هو أننا كنتظروا من 2011 يصدر قانون الجمعيات بقي ما صدرش قانون الحرية العامة اللي خرجوا منه الأحزاب بقانون خاص والنقابات بقانون خاص والتجمعات العمومية بقانون خاص لحد الآن ما زال الحكومات المتتالية ممتنعة رسميا على إطلاق الورش ديال إعداد قانون ديال الجمعيات واللي اليوم يعني الأغلبية أدوار الجمعيات والممارسات معها والعلاقات معها لا يغطي قانون الجمعيات وجزء من المآخي اللي كتوجه الجمعيات السبب ديال الأساسي هو أنها ما كناش في القانون بل اليوم وحد عدد الجمعيات كيمارسوا الأدوار ديالهم تحت تهديد لأنه هو الأدوار اللي كيمارسها ما مقناش لو أخعوا لي مشاكل اليوم الجمعيات كتوضفهم السلطات في توزيع الأدوية وكتوضفهم المنتخبين في توزيع الأدوية تحت أي غطاء قانون اليوم الجمعيات كي لعبوا دور كبير في مواكبة وحد عدد ديال في أجهشة من الأطفال المشرادين بدون أي غطاء قانوني التطوع ما عندهش غطاء قانوني هذه السعب هي هو محور يعني موضوع المحورتان وبالتالي سنفصل فيه أكثر وهو المجتمع المناني وعلاقته بمؤسسة الدولة والهيئة المنتخبة يعني نتكلم عن ثلاث نقاط في هذا الباب نتكلم عن علاقة المجتمع المدني بجمعيات أساسا كي نلقق بالأحزاب ثم نذهب من الجزئي إلى الكل ثم علاقته بمؤسسات الدولة وعلاقته بالهيئة المنتخبة من يؤطر هذه العملية بأكملها من يؤطر هذه العلاقة ما الذي يؤطرها هذه العلاقة والتاني كلمة دائما السيمة الفارهزة هو فيها كثير من التباس ومن التداخل ومن التضارب هذه الهيئة كلها للحزبية للهيئة المنتخبة للسرطة العمومية يتنام الطلب على الجمعيات وعلى العمل وعلى أدوار الجمعيات وعلى مشاركة الجمعيات بل ممكن أن أقول أن اليوم الجمعيات عندها دور أساسي في العمل للأحزاب خاصة العمل للأحزاب الانتخابي عندها دور أساسي في العمل للجماعة الترابية اليومي الانتخابي بمعنى تتحول إلى أداة لا يعني تعتمد الأحزاب بشكل أساسي الانتخاب تشكي تنام الطلب اليومية كنت تعتمد على اليوم في الترشيح وكنت تعتمد على اليوم في تدبير الحملة والتعبئة الحملة وإقناء الناخبين وتقطير تصويت أساسي هذه الأدوار التي كنت أعلانها سنة سنة تتنام تتوسع لا تخذ حزم محدد ولكن العملية بأكمال كل أحزاب السلطة العمومية الآن يتنام الطلب الجمعيات في تنفيذ المشاريع في الدعم الاجتماعي في المساعدة الاجتماعية في تنظيم التظاهرات الرسمية في التواصل مع السكان في تهديئة السكان في المشاركة في الحملة التي تدير السلطة العمومية الوحدة لعدد الأدوار ديالها بل كذلك تنظيم الانتخابات فكذلك يتنام ولكن مقابل هذا هذه الأطراف بثلاثة أولا يحجمون ويترددون ويتوجسون من هيكلة وتنظيم العلاقة ديالهم مع الجمعيات وأساسا بما في ذلك الأحزاب لا بما فيهم الأحزاب والهيئات المنتخابة والسلطة العمومية أما أنت تكلمون من الأحزاب رح أنت تكلمون عن الأحزاب في الإطار المؤسسات الحزبية المستقلة والأحزاب في إطار تدبيرها للشأ العام وتدبيرها للجماعة التورابية والبرلمان فليحد الآن الأغلبية الجماعة التورابية وأغلبية القطاعات الحكومية ما عندهاش أوتور قانونية ما عندهاش قوانين اللي كتنظم العلاقات ديالها مع المجتمع المديني وما عندهاش آليات تنظيمية وإدارية اللي كتنظم العلاقة والتواصل مع الجمعيات رغم أن عندها طالب الجمعيات كمشاريك بمنطق الأولويات اللي غير مفهوم واللي كيض حدد القضيات الأولوية هو الطلب القوي على الجمعيات دي ما كنوا كانش كين طالب غير نعتبره كين واحد نسيجا مرغم أنه هو موقف مخالف الدستور ومخالف الحلريات والحقوق ومخالف يعني الدولة كما مقعد في الدستور المغربي وفي عدد من الممارسات لا اليوم بقدر ما كين تنامي الطلب كين إحجام على تنظيم العلاقة مع الجمعيات وتأطيروا بآليات قانونية ومؤسسة بما فيك نقول لنا اليوم ما زلنا كنتظروا من 2011 غنقولوا من 2012 من 2013 تعاقبت الآن ثلاثة ديال الحكومات على صدور قانون ديال الجمعيات جديد وفق المستجدد ديال العمل الجمعوي وتجدد طلب ديال الدولة للعمل الجمعوي والمنتخبين والمجتمع وتطور العمل الجمعوي والفعل الجمعوي اللي كيتأكد في كل محطة لما زال عدنا قانون دار في 58 دارت عليه بعض تعديلات سنعود إلى هذه النقطة في المحور الثالث خصوصاً أنها موجودة في تقارير رسمية لمؤسسة رسمية صحيح بمثابة توصيات وغير ذلك اسمح لي أن ننتقل إلى سؤال آخر هو جزء مما صباح ولكن قد يطوره في بعض الدراسات وبعض الكتابات يتحدث على أن العدد العدد الجمعيات ازداد بشكل كبير جداً بعد المبادرة الوطنية التنمية البشري يعني المبادرة كانت عاملاً أساسياً في وأعتذر بأضعوا بين قوسين تفريخ عدد كبير لأنه مصطلح تفريخ له معنى سلبي هنا الجمعيات علاقة الجمعيات بالمبادرة الوطنية التنمية البشري هل كانت عامل إيجابي بالنتبتي لها أم عامل غير إيجابي ومن خلالها يمكن أن نتحدث عن الجمعيات وتنمية المحلية أدوارها في هذا الباب أنا أشاطرك الرأي أن المبادرة كانت مرحلة مفصلية في الدينامية والتحولات العمل الجمعوي الفائل الجمعوي الفائل الجمعويين وأدوار الجمعيات إيجاباً أو سلباً إيجاباً وسلباً ولكن خلن نشير بأن بشكل عام اليوم كيبان ما زال السلطات العمومية والمنتخبين ما قابلينش بالجمعيات كأدوار مؤسسات حرة ومستقلة ومعبرة على المجتمع ووسيطة ووسيطة للمجتمع فعلاقات المجتمع بالدولة هذه الأمور ما كانش قابول بها أو على الأقل كان الموحاولة لحصل دينا ويلي كتفسر هذه الأشياء اللي تكلمنا عليها طيب الآن المبادرة بتحال هي كانت أولاً مرحلة ديالتحول نوعي في طلاب الدولة على مشاركة المجتمع في البرامج التنموية الترابية وفي التنمية الترابية الاجتماعية أساساً والاقتصادية والثقافية كانت طفرة نوعية ويعني ما غنقولش مفاجئة ولكن بدون مقدمة ما كانت للسلطات العمومية أهلت لها المحلية وتهيئت لها وتدرجت للوصول إليها ولا العمل الجمعي والمشاركة الجمعية تدرجت يعني كانت البرنامج ديال الدولة مركزي نزل وكان مفروض على السلطات المحلية تنخرط به وبالتالي ما بين ليلة وصباح يعني انفجرت طلب على الجمعيات كدور أساسي في تنفيذ المشاريع والبرامج ديال المبادرة وبالتالي تحقيق الأداب ديالها والطفرة في العضوية ديالها في اللجانة التدبيرية للمبادرة للليجانة المحلية ولا الإقليمية ولا الجهوية ولا في صرف أموال المبادرة ولا في التدبير جزء أساسي من البرامج للمبادرة العمومية مرافق عمومية وخدمات عمومية في إطال المبادرة فوضت للجمعيات التدبير ديالها إذن هذا من ناحية المبدئية وحتى تطور كبير في الطلب عن العمل الجمعوي الفئر دياله وفسح المجال وتوسع المجال المسموح به للأدوار الجمعوية خاصة الأدوار التنموية الاجتماعية الاقتصادية المحلية يعني والترابية ولكن هذه المسألة هذه النموذج اللي اعطاش أو النماذج للعمل الجمعوي كان متنوع ومتعدين أولا كين النموذج الإيجابي هو تطوير القدرات والكفاءة ديال الجمعيات في التخطيط في إعداد المشاريع في التواصل مع المواطنات والمواطنين المحليا في العلاقة مع المجال في التطور المعرفة ديالها والقدرة ديالها على استيعاب قضايا التنمية الترابية والتدبير ديالها في التفاعل مع الانتظارات المواطنين والمطالب ديالهم والحقوق ديالهم في التدبير المشاريع في التدبير المرافق في التدبير الخدمات هذا كله مهم ومساهمة دياله كله كان إيجابي وعطى خبرات واسعة وكبيرة اليوم داخل العمل الجمعوي ولكن كيننا ما ديش خرال اللي اختلط عليها الأمر ما بين واش هي فائل الجمعوي ولا يعني كتدير التدبير المفوض ولا حاملة مشاريع ديال السلطات العمومية ولا كتدبر أموال عمومية واش هي مهنية ولا جمعوية واش هي تطوعية ولا مأجورة ولا ربحية بمعنى أن هناك جمعية هي في حاجة إلى تأهيل لا مشي تأهيل موضوعيا ضغط المبادرة تأهيل تعرف أدوارها وأعطى اليوم الواقع الحال أن كين واحد العدد ديال الممارسة جمعوية ودى الفائلين جمعوية الجمعية التبس عليها الهوية والأدوار والوظائف ديالها ما بين أنها هي تنظيمات واش هي جزء من السلطات العمومية والمرافق العمومية والخدمة العمومية ولا هي مساعد ومساهم فيه واش هي واصية ما بين المجتمع والسلطات العمومية لفائدة المجتمع يعني تعبيرا عن المجتمع ودفاع ولا لا تعبيرا ثم فين كتب ديال أدوار ديالها المجتمعية المشتركة مع السلطات العمومية وفين كتنتهي فهذه أمور كلها ترتبات عليها وهي اللي كتفسر هذه الملاحظات الكبيرة والقوية اللي كينحول الأمل الجماوي وما يشبه من اختلالات ومن عشوائية ومن تضرب الأدوار تتكلمتي على الوساطة بين المجتمع والدولة هناك من يتاهم مؤسسات العمل المدني بشكل عام وضمنها الجمعيات بالفشل في هذه الأدوار وهناك انتلاع كثيرة جدا احتجاجات وقعات حول أشياء معينة ربما آخره يتعلق بالماء في منطقة من مناطق المغرب أو غيرها من الأحداث الكبرى في الاحتجاجات يعني هذا دور الوساطة بالنسبة لعمل المدني هل تعتبرونه دورا مركزيا أم إنه دور يحتاج إلى آليات أخرى كي يفعل وهل فعلا هذا الاتهام واتهام صريع صحيح أم اتهام مجاني هذه المسألة للوساطة هي الدور المحوري بالمعنى الشامل للوساطة بالمعنى قناة للتواصل ما بين المجتمع وما بين السلطات العمومية والمنتخبين ما بين الدولة والمجتمع هذا هو الدور المحوري للمجتمع المدني والدور الأساسي لأعمال الجمعوي لأن الوساطة متعددة للآليات والأدوار والوسائل باش ناخد المؤسير للجواب علاش ما قننناش هذا الوساطة مدرناش لها الإطار تشريعي والقانوني والتنظيمي والمؤسساتي علاش ما دعمناش القدرات دي الجمعيات باش يلعبوا أدوار الوساطة علاش ما دمجناش الوساطة في الحكامة العمومية وفي التدبير العمومي لأن الوساطة ما كتكون شوقة الأزمة الوساطة هي واحدة الالية كتكون مدماجعة سيروح لأن نشفيها في تعبئة المسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية في تدبير الشئل اللقام وتدبير الثنمية المحلية فهذا المسألة ما عندهاش للآلية دي لفيش كذا هذا المسألة مرة مرة كتعلن الدولة الطلب عليها من اللي كيوقع الفاس في الرأس من اللي كيفوت الآوان كتلقع أزمات وغالباً كتكون نفجرات ذيك الأزمات يعني ولا عندها طابع أمني كتر منه طابع مجتمعي سياسي يعني أما في الظروف الآدية من اللي نكون ديني الأليات الوساطة رأى الاحتجاج نفسه أليه من أليه الوساطة الاحتجاج المداني السلمي رأى أليه من أليه الوساطة فهو دائماً تتضرب لكين في المغرب ما بين طلب القوي دين السلطات العمومية والمنتخبين وما بين الآليات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية والإمكانات اللي معطيها للجمعية ديلة تقوية الأدوار ديالها وتقوية الحكامة ديالها كين تضرب بقدر ما كين تنامي الطلب كين تقلص وتردد وتدبدوب كنا كنت تكلموا عن المبادرة اليوم المبادرة هي مشرفة لنهاية المرحلة التالتة ديالها خلتنا واحد راسي جد مهم ديل الخبرات الجمعوية وديل التجارب الجمعوية وديل التمرس الجمعوي الاجتماعي والمهاني رغم أن هذا اختلاط نعم أشناء هو اليوم برنامج الذي أدنا نتعاون فيه كاملين ؟ اللي فيه هاي سي يتطور باستيطور العمل الجمعوي والفئة الجمعية والأدوار الجمعية واللي ينتعقل المهاني يمشي مارس مهانيا نوفره لإطار باش ينتعقل المهانية والمهان الاجتماعية فوق هذا لك الضعف هو أنك نفوته أدوار الجمعيات لأدوار بعيدة عليها وأحيانا باش تمرس سلطات من المسؤولية ديالها مثلا برنامج أوراش أو باش نجوز خروقات قانونية وحقوقية للناس لأنها أوراش طريقة باش مديور ما فيش الاحترام الكامل لمدونة الشغل ما فيش الاحترام الكامل للقانون الشغل اللائق ما فيش الاحترام كامل للقيود والالتزامات ديال الحكومة وديالسلطة المهم اللي كتشغل هذا مش قطاع خاص ولكن باش هاد نسوغو هاد المسألات دي أعطينا الجمعية باش نخدموه أربع شهر باش نخدموه مؤقت ما أطلق عليه تشغيل الجمعوي لا هاد نقطة فران جمع لهذا أننا نجيبوه براميج اللي هي أصلا براميج مداخلاش في الأدوار الجمعية الجمعية ما عندها للأهلية ولا الضوء ولكن ليش كنعطيوه للجمعية كنعطيوه من اللي كنت تأمل باش نبيدو أو نجوزو أو نغطيو على عدم استفاء هديك البراميج للشروط القانونية والحقوقية لأننا لدينا الدولة ما عنداش حق تخدموا واحد ربع شهور ما عنداش هذا الحق يعني وتسميش شغل أو على الأقل ما تسميش شغل ما عنداش حق تشغل واحد مرة واحدة ومن بعد تجيب واحد يشتغل في نفس تجيب واحدين يمكن تغيير لأنها تغيير المشغلين كيعاقب عليها القانون نعم نحن دا بعدنا نفس البرنامج ونفس للشغل وكل مرة كنجيبوه ربع شهور ولكن هداش ترتب أننا غنعمقوا الخلط اللي عند الجمعويين في الأدوار ديوله عند الجمعية قدراتي ما عنداش حق تشغل ما عنداش حق تدبر أو راش يتشغل ولكن هدى التوصيف اللي تتضلطي به هو يعني أن هناك نية مبيتة في وعد أو لا إضعاف العمل الجمعوي مدام أنه ترمى له أشياء مثل هذه هل فيها وعي أم هو مجرد لا لا هو فيها واحد اختيار ديال تغطية النقص اللي كان في السياسات العمومية وفي المرافق العمومية وفي الخدمات العمومية وفي الحاكمة العمومية تغطية ديته عن طريق تفويض هذه الأدوار للجمعيات يعني حين جزء كبير من الأدوار ديال المرافق العمومية وجزء كبير من الخدمات العمومية كان أعطاهم للجمعيات يديروا لأنها تنتوزيع الدواء هذا مفروض ما يكونش لأننا نحن وزارة الصحة هذا اختصاص مهني ومحفوف وجد مهني مفروض لك يوزع الأدوية مهيات مختصة هو المندوبية راكينا من دوبية الصحة وكينا المشفيات العمومية لا فواحد العدد ديال الأدوار هي باش نغطيه على النقص اللي كين والخصاص الكبير اللي كين في المغرب في السياسات والمرافق والخدمات العمومية وخاصة ترابيين محليين كان فوضوا الأملي كان فوضوا الجمعيات بطبيعة الحال كان فوضوا بأقل شروط بأقل كلفة بأقل مهنية وهذا من واحد ناحية كان قدرون تفهموه لأن السلطة الآن عندها دلعج ومع ذلك خصها التواصل مع المواطنين تلبي الحاجيات ديله ولكن را النتيجة ديلت هو اللي كي بين أدوار أصيلة ديال الجمعيات وولي كي عمق يعني الضغط عن الهوية ديال الجمعيات والأدوار ديالهم والاختلاط ما بين المهني والجمعوي وما بين الاختصاصات ديال السلطات العمومية والجماعة الترابية والجمعيات ومن بعد كلهم والجمعيات أنها أصبحت تتطاولوا على أدوار السلطات وأدوار المنتخبين ولكن را المنتخبين والسلطات العمومية اللي اعطوا لجمعيات أدوار ماشي ديالهم هي ديال السلطات العمومية وديال المرافق العمومية وديال المؤسسات المنتخبات طيب هذه السعب العالي نريد أن نعرف منك واحد ثلاثة الأنماط ديال الجمعيات من المدخل بعلاقة مع مؤسسات الدولة ومعيات المنتخبات يعني الأدوار ذي كل نوع الجمعية المحلية وجمعية الأحياء وجمعية الوطنية من مدخل العلاقة مع المؤسسة مثال لكل حالة أو ملاحظات على كل نوع من أنواع الجمعية لأنه يتحدث حتى عن جمعية الدواوير وليس فقط هو هالتصنيف في تقديري أنا وحسب الخبرة ديالتي والتجربة ديالي غير دقيق في الإحاطة بالتنوع اللي كانوا في العمل كين جمعية الوطنية تتصرفوا كجمعية ديال الحي وديال الدوار في الأدوار اللي كتقوم بهم ونوعية العلاقة اللي عندها مع السلطة المنتخبين لا اللي غال نقول بشكل عام كين واحد تصنيف بشكل عام حتى هو مؤقت وهو جيد نسبي هو الجمعية اللي كتشتغل في المجال الحقوقي والديمقراطي أو في التنمية الديمقراطية والجمعية اللي كتشتغل في التنمية الاقتصادي رغم أنه ما يمكنش نفصلوا ما بين هذا الأمور رأى أمور واحد ولكن خلنا نقول لك هذة الجمعيات اللي كتشتغل في التنمية الديمقراطية واللي فيها الجمعية كتشتغل في حقوق النساء واللي كتشتغل في حقوق الإنسان واللي كتشتغل في الطرف وحول مشاركة ديمقراطية وحول الشفافية وحول النزاهة هذة الجمعية واللي كتمشي نحو الطرف وحول سياسة العمومية ونحو المسائلة الاجتماعية وإصدار التقارير الموازية هاد الجمعيات الاغلب ماكيشتغلش محلين اغلبية اوانيا نسبة ديالها ماكتوصلش واحد في المية نسبة الجمعيات المساء الثانية انها ماكتشتغلش مجاليا وتورابا انا بغينا نستثنيوانه في رأيي الحركة النسائية انا بغينا نستثنيوان للعنوان ماكتشتغلش ايدا تورابيا اذا ماكتتفاعش مع السلطات المحلية والتورابا كتشتفعل مع الحكومة ومع البرلمان ولكن في الحق celebrated هي تعيش تحول كبير ونماديج متأددة في العلاقة ديالها مع السلطات العمومية ومع تنظيمة الدولية وحتى هي تعيش خصاصا كبيرا في البيئة القانونية والشريعية والمؤسساتية لتنظيم العلاقة ديالها مع الحكومة ومع القطاعات الحكومية ومع البرلمان محليا المفهوم الجمعية ديال الحي قليل عندنا اللي كي يمدبكين جمعيات تؤدي أدوار في الغالب تحت الطلب ديال السلطات العمومية والمنتخبين مجالية وفي الغالب هذا سيطح سؤال استقلالي إذا كانت تحت الطلب لا هذا مؤشر إيجابي لكن نسجلوا هذه القضية هو الإشراك للجمعيات هو تمكين الأدوار الديمقراطية والتنموية للجمعيات عي حدود الأدوار اللي كنتشاركوا فيها مع الجمعيات وكنشاركوا فيها الجمعيات حدود الأدوار اللي هي أدوار ديال السلطات العمومية والقطاعات الحكومية والمرافق العمومية وديال الجماعات تؤربي هو اللي مبقاش واضح أما مبدأ هو اللي كنقول لنا التناقض ما بين كين طلبوا هذا كنسجلوا للدولة ديالنا وكنسجلوا للحكومة وكنسجلوا للسلطات العمومية ولكن هاد الأدوار ممو أطاراش أول ممو أطاراش شنية طبيعة الدور ديال فين كي يبدأ الدول الجمعوي فين كي ينتهي هذه المزيانة عبدالعيدة بنتنقلتين من هذه الطريقة المحور الثالث لربما نخصر جزء مهم من هذا الحوار المحور الثالث كما نقصر على كل أول هو ما الذي يحتاجه المجتمع اليوم أو الجمعيات اليوم للقيام بأضوارها الدستورية وأنا سترع على كلمة الدستورية والمشاركة الديمقراطية وغنبوا حتى السؤال عند الطبيعة أهمة ولكن سنبني عليه النتائج أين وصلت نتائج الحوار الوطني حول المجتمع البدد؟ التراوح هو مكانها هو بشكل عام أين وصلت الدينامية المجتمعية ودينامية الدولة الاجتماعية السياسية التقافية اللي انطلقت منذ أواخر تسعينة وخدت واحدة أواش ببداية الألفية وكانت مرحلة مهمة ومفصلية فيها صدور دستور 2011 بشكل عام هذه المرحلة كنا الآن نبحث عنها بدرجات متفوتة بطبط حال جزء مننا مازال مستمر جزء مننا مواضح وجزء مننا ما بقيناش نطلقها ونرجعون في بداية مور 2012 نطلقت واحدة دينامية قوية جزء منها قادوه الجمعيات ديال الحوارات وتشاورات من أجل بلورة مقترحات لتفعيل أدوار دستورية الجديدة مبادرت إعلان؟ لا إعلان ريبات وخيرا كانت إدت مبادرت دروال الجمعيات ثم بادرت وهذا مهم الحكومة في إطلاق حوار وطني مؤطار مهيكال دام تقريبا حوالي سنتين شاركت في حوالي 10 ألاف فعالية فائل جمعوي في الجهات كلها والأقليم كلها بما فيهم الجمعيات ديال المغاربة المهاجرين واكبوه حوالي 11 خبير أصدر حوالي 15 وطيقة كلها يعني توتقد الاجتهاد قدمه إلى جلالة الملك وتم الإعلان عليه رسميا ولكن بعد ذلك كانت تباطئ كبير في تفعيل هذا الحوار أو في الالتزام به كان اليوم الوطني لأعلان عن جائزة لمر 2011 كانت تجاه واضح في التراجع على الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني يوم 13 مارس وكأنه هذا الاختيار وهو اختيار قرار ديال جلالة الملك وكأنه كان اختيار ديال الحكومة أو لا فئة سياسية معينة أو تيار مجتمعي معين اليوم بشكل واضح بشكل واضح نقول هذه الفكرة وستجمة كان بشكل واضح وصريح محاولة التراجع على جزء من نتائج الحوار ومن اهمها 13 مارس يعني كيوم الوطني لقرار ديال جلالة الملك هذا واضح بالنسبة لتفعيل نتائج الحوار لليه ديالان ما كان استعداد بي عند السلطة العمومية عند الحكومة لتفعيل نتائج لا الحوار الوطني ولا الحوارات لدارة الجمعية ولا اجتهاد المجالس الدستورية ولكن واش ما كانش هذا واحد تقيم بعدي واش ما كانش هذاك انقسام ديال المجتمع المدني وعدم ديال الجمعيات بشكل عام وعدم تحركها ككتلة واحدة بمطالب واحدة ما كانش سبب في إيجاد واحد الكوة يعني واحد تقب في الجسد في الجسد هذة الجمعيات اللي خلى أن واحد مجموعة ديالأشياء ما تتحققش بمعنى قوة المرافعة ضعفت بتجاذب الآراء واختلافها لأسباب لا هذا المعطل ومعطل واقعي لا لا يمكن يسلنا الأصل في الأشياء أن المجتمع المدني متنوع ومتعدد واللي غريب واللي غير مفهوم وأن المجتمع المدني يكون عنده رأي متطابق في قضايا معينة أو مبادرة تلقى الحكم الأصل في الأشياء الطبيعي من طبيعة وأهمية المجتمع المدني أنه تعبير على التنوع والتعدد اللي كان في المجتمع والتيارات لمجتمع والرؤى والاجتهادات فقط مواقع طبيعي وإيجابي لأنه الحكومة والتازمات أنه تدير تشاور وحوار قبل ما تبدأ تفعل وهذا هي مطالبة به دستوريا وسياسيا ومن جاء أخرى الجمعيات اللي ما بغى وشين خارطوا في الحوار اللي أطلقته الحكومة داروا حوار وتصرفوا بإيجابية وبشكل بنا والتعطاء النتائج وفي الأخير اللي يقول لها ونتائج دي الله هي اجتهادات بطبع حالة الاجتهادات هي جزء من المصادر يعني الشريع والسياسة العمومية دي التفعيل الأحكام دي الدستور والقواعد الدستورية الخاصة بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية لا ولكن موضوعين ما كانتش الإرادة عند الحكومة وهو التاني المجتمع المدني لا سابقة هذا الدليل عليه هو أول النصص القانوني اللي خرجت كانت ضعيفة القانون حنضمد العرائد والمتمسات اللي خرج عليه لأنه الدستور يلزم أن القوانين الدستورية ستخرج في الولايات الحكومية اللولة ولكن كانت ضعيفة كانت ضعيفة قانون العرائد اليوم هو شبه يوعد طيلة الحق هذا في الشروط المقتضية اللي دير والهندسة دياته أنك ترفع المركز وكذا هذا نقاش طويل وحاكين بوابا خاصة بكذا لكن بوابا دا أنت كتطلب ربعالافة العرائد ليش داروا داروا كآلية ديال إدماج الملاحظة والانتيقات والتشكي ديال المواطنين في مسلسان السياسة العمومية والحكمة العمومية فخصوا يكون أصلا من اللي كان ديرنا العارضة كان دير على موضوع محدد عندي فيه واحد رأي خصني نتوجه به المسؤول مباشرة لذاك الموضوع إذن العرائد كان خصت توجه الجيهة المسؤولة على موضوع ديالها أما اللي عارائد كلها ترفعه إلى رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نوأ ورئيس مجلس مستشارين مع العلم أن رئيس مجلس نوأ ورئيس مجلس مستشارين هي رؤى السلطة الشريعية مش التنفيذية والسلطة الشريعية كنت وزهولها بمتمسات الشريعية ما يتعلق بتعديل قوانين أو إحدى تقوانون هي أما ممتسات العرائد كنت و selling للسلطة التنفيذية. المسألة الأخرى أنت عندك عارضة. بسرعة أنت عندك عارضة على مستشفاف طاطع. نعم. يجب أن تساءل فيه المدير الإقليمي للصحة. لك تصوي بالعارضة ويجب أن تجمع أربع ألاف كي طاطع كي تدر بيضا. يجمع أربع ألاف توقيع ويكونوا مسجلين في الوائحة الانتخابية. واحد عدد دي القيود. تجارة دولية مهمة. تجارة الاجتهاد لدار الحوار الوطني ودار الحوار المتمهية. مخالف لهذه الأشياء اللي خرجت. لأنك قلت لك أنا شي ما فعلناش. وشي فعلناه. أشي حطارح الحوار الوطني بالنسبة للعرائد والمتحدة. الحقيقة ما بقيتش متذكر. لو قسرحنا العرائد كنت توجيب. هذا محليان. حساب الموضوع. كيف يؤقل أنه لدي مش تشفاف طاطع. بغي ندير فيها عريضا. ننهز الرئيس الحكومة. نعم. ونتسنى تقريب من 8 شهر. المشهر سيتحول المشكلة. ما غير يبقى هو هو. فإذا هذا ما نطولوش فيه. ثم أهم قانون دي التفعيل الديمقراطية التشاركي لي وقانون التشعر العمومي. أنا مزل كنت أدرك. أن نسجيل الحكومة الحالية. ونسجيل سيد وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. رغم أنه بين قوصينا القادية المجتمع المدني. حيدنا من العنوان دي الوزارة. لو بخلينا في المرسوم. وهذا أمر في حد داته. يطرح أسئلة. ويؤكد هذا النية. هذا التضارب والتردد الذي عند الدولة وعند الحكومة. في التعاطي الطبيعي والمفتوح مع العمل الجمعي. وفق المقتدى الدستوري وفق التراكم الوطني. إذا نرجع اليوم الوزير. الواعد في استراتيجية ديالته. أنه غي يجيبنا قانون التشعر العمومي. وغي يجيبنا قانون الجمعيات. ما زال كنت أدروه. ونسجلوا له كذلك. أنه وطلق واحد المسلسل ديال الحوار جيهاوي. حول الملفات الكبرى ديال تمكين المجتمع المدني. أساساً الأعمال الجمعوي. تلقوا. هذا نكن سجلوا لهذا المسأل. ولكن واقع الحال الآن. أنه اللي غالب مهمين على العلاقة. هو التدبدوب. هو التردد. وهو الذهب بعيداً في استعمال الجمعيات. في أدوار تهمهم وأدوار لا تهمهم. ولكن الإحجام الكبير على توسيع المجال في الحرية للجمعيات والاستقلالية دياله وتمكين دياله. استعمال في الإرادة الذاتية. هذا صحيح. ولكن رأيك بلدوين المبادرة. المبادرة بنات واحد ثقافة جمعوية. وبنات واحد الأدوار جمعوية. وبنات واحد الهوية جمعوية ممكن نقول وأدوار جمعوية. لدينا نرشدها. مزيان أنا كنقول. هذا أتركم. لدينا نرشدها. ما هو مهنين؟ ديوه المهنين. نساعدوه بشينتاق المهنين. لأن اليوم كن جمعويين وجمعويين رأيك مو خبرة مهنية مهمة. وكين الطلب على عدد ديال الأدوار والوظائف والخدمات الاجتماعية المهنين. نديهم المهنين. نساعدوهم بشينتاق. وما هو جمعوية. نحافظو عليه لأن نعود العمل جمعويين. وإشنا هو قيمته. هو المشاركة المجتمعية المواطنة الطوعية وغير ربحية. نحافظو عليه. ثم عاود ما نخليوش الجمعيات ندفعوه من نحو الخلط. ما يبقوش كيميزو. ما بين أشنا هي الأدوار ديالهم. الأصيلة اللي داتية والأدوار المشتركة والأدوار إلى صحة التعبير المفوضة. لا هذا شيء ولا في خلط. هو اللي كيفسرنا الملاحظات اللي عندنا على الجمعيات. لكل كراحة على الجمعيات. رغمان الجهود اللي كيديروه. رغمانه كنتنوع كبير وسط الجمعيات. ولكن عندنا ملاحظات عنهم جلوها سلبي. وخا. فدى النتاق قد نوحد أربعة ديال العناصر. رغمانك ترحوهم عليكم بغير رأيك فيهم. كين هو لن المعويقة بالتفاعل الديمقراطية التشاركية. تكلمتي على جهاز كبير منها. ولكن بنتكلم معك على إطار قانوني للشاركة. وش انت معاه؟ ولا ماشي معاه؟ وما رأيك في الذين يقولون إن هناك ما ينظم هذا الجانب فيما يتعلق بالشاركة. في شكل دوريات. في شكل شيء من هالقابي. ثم واش انت باعتبارك فاعل مدني. واش معاه مدونة قانونية للعمل المدني. يعني معنا ما يبقاش مش نصص دياله في واحد من جموعة ديال الجانب. والنقطة الثالثة هو هادك تعدد المتدخلين. كنا عارفوحنا الآن بأنه عدنا وزارة داخلية وعدنا الأمانة العامة للحكومة. وعدنا وزارة العلاقة مع البرلمان اللي في وقت من الأوقات كانت تسمى أيضا المجتمع مع المجتمع المدني. طيب الآن ولو أنها تنصرها هكينا المجتمع المدني. هاد تجد النقاط رأيك فيهم. ويمكن ضيفه الرابعة هي موضوع الشاركة. والتمويل. شنو كانت تقترحوا فيه أنتم إذا نرى أربعة النقاط إلى بويتين نعودهم ولا رابعة. القانون دويني عليها. أول حاجة اليوم. أنا في تقديري بقي ما عندناش قانون الجميع. عندنا مقتضايات قانونية. كانت في قانون الحرية العامة. دارت في 58 وكانت جيدة. كانت جد متقديمة. فيها مواد قليلة ومحدودة. ودارت لها بعض تعديلات الجزئية في 2000 وجوج و2009 ومن بعد. وهذا المقتضايات القانونية أكبر خطأ وقع فيهم الآن. هو تراجعنا من المبدأ ديال أن الجمعية تؤسسوا بشكل حر. بدوني سابق إلا بإعلان. فقط سابق إعلان. لا الآن درنا داك داك المبدأ ديالك نعطيك ترخيص وصل المؤقت. هو عملينا ندخلنا. دخلنا الترخيص. وخرجنا من منطق الإشعار. ديال أنني أشعر سلوطة. أي أن الجمعية مبدائيا مأسة. لا. دا ما معنى نعطيك الوصل المؤقت واللي يتكررخص لك. ثم جزء كبير من الحريات للجمعيات والأدوار دياله والمسؤوليات. جزء كبير من اللي ما أخذ عن الجمعيات الآن. الحكمة ديالها. الشفافية ديالها. الدموقرات الداخلية. هات شيء يدار في القانون. ما كانش في القانون. ده بجزء كبير من المعاقل اللي كتأخذ دولة للجمعيات. ولي كتبين الدولة مشغولة بها. الله يجزع بي خير. والسلطة العمومية مشغولة. الله يجزع بي خير. ووزارة الداخلية مشغولة. الله يجزع بي خير. خسد دار في القانون. خسد تولي مقتضيات قانونية والاختصاص والتخصص وكذا. فإذا كان فراغات قانونية كبيرة في أدوار كانت مارسة. كتوقفها الجمعيات الاتفاقيات مع الدولة. ومع الحكومة. ومع السلطة المحليون. مع الجماعة التورابية. ما عندهاش الإطار القانوني ديالها. كانت أدوار كانت أعطيهم للجمعيات. الجمعيات ساهم ومساهمة محورية في الزلزال ديال الأطلس. زلزال الحوز. وفي كوفيد. وهي أدوار مهمة جدا. والسلطة عنات على ذيك الأدوار وساعدت عليها أكيد. وهذه الأدوار أبانوا على الاستعداد. ديال الفعل والمشاركة. ولكن الرجل هو خارج الإطار القانوني. كون وقعت مشاكل. هل أنت كتوزع مواد. مردات الناس. إشنا ولا يكي يحميك في القانون. والأمثلة كثيرة كثيرة. الناس مشاوا مارسوا ميهان تطوعيا من باب العمل الجمعوي. فإذا الإطار القانوني. هذا الحجة. السؤال الكبير اللي مطروح على الدولة المغربية. وعلى الحكومة المغربية. وعلى البرلايمان المغربي. هو علاش مخرج القانون ديال الجمعيات. علاش كنتستعملوا مدوانة. لأنه البيئة القانونية للجمعيات هي بيئة كبيرة للجمعيات تشارك عرادانيا في كل القضايا. تشارك. غير هرب. غير هرب علي. لا سمحت لي يا أستاذ جمال. غير هرب علي. فإذن الله حتم. فأيضا مدوانة كل ما يتعلق بقانون الجمعيات. خسن الجمعيات. الإعفاء الضريبي. الإعفاء الجمروكي. تمويل الجمعيات. الشراكة مع الجمعيات. تشي ما عندوش عمل التطوي. خليت تطوي التعاقدي اللي يخرج ليه قانون. وبلا ما ندخلو في الحكاية ديالتو. رغم أنه مكتسب. مرحبا. فالنقطة الثانية. ليح ديالان ما كينش الدعم العمومي للجمعيات. ما كينش. كين تمويل مشاريع الجمعيات. أو تنفيذ الجمعيات لمشاريع وتمويل عمومي. ما شنوى الدعم العمومي ودعم القدرات المؤسساتية. أنا أريد أن نتفاعل مع أكثر من النقطة. لأن المستغرب هو أن كين تقارير ديالجهات رسمية. فيها توصيات. توصيب هذه الأشياء كلها. يعني أنها مش مطلب للجمعيات. راكين رسميا. أريد أن أعطيك واحد لأي حالة. على الاقتراحات ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. اللي فيها جوج ديالانواع. فيها التدابير. ديال الطبيعة القانونية والهيكلية. واللي في هذه الأشياء كلها. ملاءمة الظاهر ديال هذا. مع الأحكام الدستورية. هذا الشيء اللي شرتي له. ملتشجيع الجمعيات. جمعيات الأحياء والدور كي تشير هو. تكوين النهوض الشراكة بتحديد الالتزامات. يعني ديال نفس الأشياء اللي هي مطالب جمعوية. إسناد أو تفويض السلطات العبوي والجماعة التورة. ببعض الخدمات ديال المرفق العام. للجمعيات في مجال القرب. ديال نفس الأشياء. ثم حتى تشجيع جمعيات بتوفير البنيات اللوجيستية لها. مثل البنايات والفاكس. هو الدعم العمومي لي هو الدعم العمومي. يعني كل الأشياء. والتدابير المالية. نفس الأشياء اللي كتكلم علىها. كتكلم على الإعفاء الضاربية. كتكلم على حتى واحد المقترح مهم. حتى الهيبات التي يمكن أن تقدم من طرف فاعلين آخرين. إما مؤسسات أو كلا. أن تكون فيها تحفيزة ضاربية. كي تشجع على القيم بها. إذن كيف أشكن؟ هيا هذه نفس المطالب اللي كنا الآن عند الجمعيات. هيا موجودة في وطائق رسمية. هو. هذا القضية كتقلق الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا في الدولة وفي الحكومة. أو في السلطات العمومية. حينت إحنا كلنا رأب غاربة ما بعد. ولكن رأي ما لقيناش باش نوصفها. هو أن اليوم كين مشكلة في الإرادة. هذه القضية كتقلقهم. لأنك يعطونا عشر مئات لمؤشرات الحقيقية ديالك هنا إرادة. ولكن كنت تعجبوه إحنا. كيفاش نتفاجح كتشرك في الجمعيات. وعندك طلاب عليهم. والستراتيجيات الوطنية. جميع استراتيجيات الوطنية الجمعيات أساسيين فيها. من محاربة الفساد. حتى تنمية المستدامة منصوص عليها. والجيادة ديال المجالس الدستورية. والمجلس وطني الحقوق الإنسان. ضيفه على المجلس قتلات الإجتماعي والبيئي. وضيف الهيئة ديال النزاهة. والتقارير ديال الحكومات. والجيادة ديال المنظمة الدولية العاملة في المغرب. هاتش كله كين صحيح. ولكن عليك ما تدخلوش للقانون. والمآخي اليومية ديال الإخوان ديالنا في وزارة الداخلية الجمعيات. والتخوفات. والايجازيهم بخير اللي عندهم. ولكن يتتسيد Ers Miros Mass Im d Up Will. ولا كين think ne что twnost carro Lead Idodeش في القانون. الا دن كتولي مسائل الإرادة اللي كي تقوّل أنا شنا. هو اجراءات الإدارية. في التأسيس ديال الجمعيات. في المواقبة ديال الجمعيات. في المراقبة ديالهم. بقدر ما كيتشدد. لالأجراءات الإدارية، وأحيانا الإجراءات اللي مزيانstream. ديالهم الإدارة. ولكن ما كنلزمش بهم الجمعيات وما كنقلوش للجمعيات هدوك إجراءات داخلية إجراءات أمنية وكادية هدوك عمل ووظيفة ديال الجهاز الأمني أساسي وموما كديرها داخريا ما كتقوليش مساطر إدارية يخصوم يقوموا بها الجمعيات فهتا ضاروب هو اللي كيخلينا نطرحوا سؤال على الدولة مشي الجمعيات أما لأن الدولة لاش تياب واحد المنظر مفتوحة بشكل أنا بالنسبة لي مسعى الباب كتر لمشاركة دي الجمعيات والأدوار جمعيات كتر جمعيات أدوار ومشاريع اللي مخش الجمعيات ينجزون ولكن مقابل هذا للي حد دي الأمعنا اليوم كين سؤال واش فحصمنا بالإقرار ديال أن المجتمع المدني والجمعيات أساساً هو مجال مجتمعي مبني على الحرية وعلى الاستقلالية وعلى الاجتهاد وعلى الرأي وعلى المبادرة وعلى المشاركة بغيت نجي للدعم العمومي ما كينش قانون ديال الدعم العمومي كين دعم المشاريع كين تمويل المشاريع أش كنقصدو دعم الإعلام حتى هي موجودة في توصيلات في مدركة باش نعطى مثال والمواطنات والمواطنين اللي غاي يشوفوا البرنامج ويتفاعلوا معه مثلا واش الدعم ديال الإعلام هو تمويل مشاريع الإعلام دعم العمومي للأحزاب هو تمويل مشاريع للأحزاب دعم المقاولة الدولة كتدعم مؤسسة ربحية واش هو تمويل المشاريع لا كتدعم القدرات المؤسساتية والدعم فيه البيئة القانونية والتشريعية والمؤسساتية فيه تكوين وتكوين المستمر فيه الموارد البشرية بشرة تخدم الجمعيات فيه الفضاءة ديال الجمعيات هذا هو الدعم ديال الجمعيات فيه تمكيل أدوار الجمعيات فيه الآليات ديال الديمقراطية التشاركية هذا إذن ما كينش دعم اللي كين تمويل المشاريع ديال الجمعيات أو تنفيذ الجمعيات لمشاريع عمومية لأنها تدبير المؤسسات الاجتماعية والخيريات ودور الطالب وعدد دي المرافق العمومية دي الرياض الأطفال هذه مشاريع عمومية وهذاك مال عمومي إذا الجمعية هذاك مشروع مشيد هي تنفيذ مشروع عمومي وتدبير مال عمومي وهذاك مال عمومي بحال ده أوراش هذاك المال البرنامج عمومي حكومي والمال عمومي والجمعية هي هي كتتسخر فيه الاعتبارات متأددة كلها كتطرع على متأسب إذن خسنا ننظمه المسألة أخرى إذن الشاركة لأن الشاركة ما فيهش الفلوس دابا الإخوان دينا في الحكومة وفي الجماعات التورابية يقولون على الجمعية وده فيه نصيب من الصحة أن الجمعية كيجيوا بريو على الفلوس ولكن روما كيجيوا معناه في الفلوس حتى تقرار سنة واللي كيصدر تقرار الفلوس حتى المذكرة دي الوزير الأول واللي من بعد جددها رئيس الحكومة راتيك تدوي على الفلوس في حين الشاركة هي شاركة ديمقراطية وتنموية تمويل المشاريع المشاريع هي آلية من آلية تفعيل الشاركة ما هي الشاركة فلا احتمال فما كانش إطار مؤسساتي مرجعي ذي التأطير وتنظيم الشاركة ما بين المجتمع المدني والجمعيات أساسا وما بين القطأة الحكومية والجماعات التورابية بقى نوحة ثلاثة دقيق نبغي نتكلمو فيهم على واحد انقطته السرعي لكان ممكن تمويل العمومي مش العمومي عفو الخارجي فعلقتوا بالجمعيات والعلاقة الجمعيات به ونتكلمو على الحكامة الداخلية أيضا بالنسبة الجمعيات يعني الديمقراطية الداخلية ونتكلمو على الجمعيات ومغاربة الخارج لأن هذا أمر يهمو هذا الموقع كما تعرف بهوية الموقع سوف نبدأ بموضوع مهم هو مع الفائلين الجمعويين وجمعيات المغاربة المهاجرين أول حاجة هو لحد ال� beginning القانون المغربي لا يسمح المغاربة المهاجرين إما يأسوا الجمعيات فإن مكان الهجرة ويأسوا لها فروع هنا أو شيء أستمعيات هنا التي تقدرها البانستخدام بدونزل الجمعية الدولية وليس كذلك بانتقوم بمته�ca هنا coating مسيرين ديالها أجانب أو أغلبية أعضاء أجانب ولكن مقيمينها في المغرب وهي مؤسسة في المغرب وهذا يعيق بشكل كبير استثمار الخبرة الجمعوية ديال واحدة عدد ديال فعالية جمعوية من المهاجرين للمغاربة والأدوار اللي ممكن يقوموا بها خاصة في الدبلوماسية الموازية وخاصة في مواكبات المهاجرين للمغاربة والدفاع عنهم فهذا ما كنش في القانون المسألة الثانية اللي ما عندناش في القانون الإعفاء الضريبي والجمركي جزء كبير من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والطبية اللي كيعبقوها الفائلين الجمعويين من المغاربة المهاجرين بش يدخلوها للمغرب مكنش إطار قانوني محسوم وواضح اللي كيعطاها الإعفاء الضريبي والجمركي ولي كيعطاها مساطير مبسطة حينما نتأكد من طابعها غير ربحي ونتأكد من مصدرها والمستفيد مرحبا هذي أمورة واضحة أما الحديث على الفائلين الجمعويين في المهاجرين هذا طويل عارض خصو حلقة بوحده خلينا نبقا لأن ندوي على المثال باش كيتأكد بأن ما كينش إطار تشريعي وقانوني مؤسسي خلنا نتمن يعني الجرباء والخبرة الجمعوية ديال ونزيد ونطوروها ونطويو الأدوار ديالها لا وسط المغرب ولا خارج المغرب النقطة الثانية ديال التمويل أولا خسنا ننتابه بأنه أغلبية الجمعيات المغربية بالإحصاء ديال المندوبيا السامية التقاطية كتدوا على تسعين في المائة الميزانية ديالهم السنوية خمسة ألاف درام خلنا نتكلم خمسة ألاف درام ده بعد الإحصاء رسمي بلوز ومؤهد شي اللي كنقول نسبي ولكن عموما أغلبية الجمعيات الميزانية ديالها جد ضعيفة لا تذكر أغلبية سنوية لأن الجمعيات كتعيش في المنشاط ديالها على تمويلها الجزئية ديال أنشطة محددة في الزمن والمكان تصير خيرية أو مركز اجتماعي أو رياد الأطفال على ده غا تسميه تمويل هذا لا لا هدي إياك تنفد دك المشروع هذا ماشي تمويل ديال مشروع ديالجمعيات على ده بأوراش غدا غا يجينا في الإحصائيات غا يجي في التقريب إنه تمويل ديال مشاريع الجمعيات أوراش ماشي مشروع ديالجمعيات مشروع ديالوزار التشغيل وديالحكومة الجمعيات عيش بناها تنفدوا لأنه معيب قانونيا حقوقيا واققا معيب وغيخلق مشاكل الحكومة صرفت عليها ودابرة خلق مشاكل دابرة في عدة مشاكل طبيعة الحال الجمعيات جوساهم فيه لأن مليجة المبادرة خلقت واحدة ثقافة جمعوية أن الجمعوين أي حاجة جابتها السلطة العمومية كينخارطوا كينفدوها هم كيتحملوا جزئية المسؤولية ديالها فإذن إحدى الآن التمويل نفسه فيه نعضار كتير وكين الخلط ما بين ما بين جمعية شؤول الاجتماعية ديالقطعة الحكومية لها داخلها في الميزانية المخصصة لشؤول الاجتماعية يعني كنتأس الجمعية باش دبرة كندخلوها تقوية في تمويل الجمعيات وهذا ما عندوش إطار قانوني منظمه آه الكل كدو يدوي على الشفافية والنزهة مرحبا هات الشيخ يتقنن ويتنظم كيف هات الشفافية بغينا تنزل من اسمها خص نظام وحسابتي خاصة في الجمعيات أما المراقبات الجمعيات أي واحد يعني طرف تمويل العموم تنفيذا أو استفادة راكت كيخضع الجميع الآليات ديال المراقبات المال العمومي من المجيس على الحسابات وانتجك عندنا المشاركة ما كناش آليات المشاركة الجمعيات جل المقتضاية ديالديمقراطية التشاركية غير مفعل للجماعات الترابية كتفعل الآليات ما يسميه القانون تنظيم الجماعات بالآليات التشاركية الحوار والتشور جل لا ما كتفعلوش وجل القطاعات الحكومية ما كتفعلش الديمقراطية التشاركية رغم ما كينا اجتهادات يعني رغم أن الاستعداد كين ولكن ما عندناش آليات قانونية وتنظيمية اللي كتمكن الجمعية يشاركو كما كيقول لفصل 12 وما معنى المشاركة دياله هذه مسألة مشي تارات باش نقوي المسؤولية المجتمعية والنخيرات المجتمعية في شأن العام رات ديمقراطية التشاركية هي آلية ليست فقط لتمكن حق الناس أنهم يشاركو في القرار هي آلية لتعبئة وتمكن المسؤولية والمشاركة المجتمعية في المسلسل الديمقراطي والتنموي ديال البلاد والمشاركة المجتمعية ضعيفة لأن الآليات ديال الديمقراطية ضعيفة ولأن الآليات ديال المشاركة الجمعيات وقد سنكون الجمعية وأهلهم من أشياء اللي غائبة لدينا شيء مرصد في المغرب ديلة العمل الجمعوي يرصدون لدينا شيء قائدات بيانات منظمة ووظيفية ديلة العمل الجمعوي والاختصاصات والقطاعات والفئات والتجاريب والمشاريع والتوجهات والتطور لدينا شيء وحدات جامعية كان قليلة جداً في بعض الكليات مع كل امتنان والشكر الأساتداء والأستاذات الجامعية اللي يديرنهم لدينا شيء وحدات اللي كتواكب الجمعية معرفياً وتواكبهم في التأطير وفي الجهد فهذا كاش خاصنا غادي نضحك غادي نضحك وغادي نذكر جلالة الملك قال في واحد الخطاب الحسن التاني الله يرحمه وفي رحمة الله قال لقاكي يا واحد السيدة في باب البرلمان هو داخل السيدنا خاصنا كل شي يعني ما خاصنا كنا أشياء كتيرة ومتاحة لعمل الجمعوي الفعل الجمعوي أكيد ولكن كنا مسؤولية كتير عند الجمعيات على مستوى التخلاق والأدوار والنزاهة والاستقلالية نحن كجمعوين كانت تحملوا هذه المسؤولية وخصنا ولكن كين جزء كبير في خصاص ذي البيئة القانونية والشريعية والمستوى المدعمة لحريات ومسؤولية الجمعيات وأدوارها وحكمتها وشفافيتها ونزاهتها شكرا مستعد علي الحوار معك ممتع ومفيد وغني جدا وينبغي أن يكون في حلقات إن شاء الله نتمنى أن تتاح فرص أخرى للاستفادة من معرفتك في هذا المجال شكرا لك منتني لحضرك شكرا لكم وشكرا للموقع سافركم أنا ممنون وشكرا لأستاذ جمال نتمنى للموقع شكرا للموقع شكرا للموقع